أبو سالم نشوف مشكلة تانية تتعلق برضو بموضوع الصرف الصحي لكن في منطقة الدخيلة بالإسكندرية نشوف تفاصيلها ونرجع نتكلم الكمامات ربما تكون أضعف الإيمان بمنطقة الشمعدان التابعة للدخيلة الجبل بغرب الإسكندرية لحماية أنفكة من الروائح الكريهة التي تتسبب فيها مياه الصرف بينما اعتاد البعض الآخر على الرائحة حتى أصبحت مألوفة بالنسبة له فتخلى عن ارتداء الكمامات بعد أن يائس من تحصر الوضع عالوا حيجيبوا مواطنين ويسوي شفطونا المياه فرحنا بالموضوع بقوا من اتنين بعد كده جايبينوا بقواه وباير كل يوم التاني يبوز كل يوم التاني بالوضع عيالنا لعرفين نزلوا أنا ابني كبيرة وشعر بكده نقط من البلقونة من تاني دور عشان يعرف يعد يرشغوا الصبح ثلاث عيال مش عارفين دوسر ابني كون المستشحيات وده ابنه تعبان بر وعيال ابني مش عارفين ينزلوا لقلوا مقعتهم والماء وده رجيعوا إسهال ونموض وأرض ابن مش عارفين يعيشوا هنا فالرائحة أصبحت ليس كل ما يؤرقهم لأن كل ما يخشونه الآن هو أن تتفاقم الأزمة ويصابوا بأمراض خطيرة معرضون لها من جراء الحشرات والقوارض التي باتت تنتشر بكثافة ما دفع الأهالي لمقاومة مشكلة بجهود ذاتية تتمثل في رضم الشوارع الجانبية ووضع الأحجار ليتمكنوا من دخول منازلهم وعلى الرغم من هذا فهم لا زالوا متمسكين بأمل تدخل حكومي لإنقاذ أرواحهم ومعيشتهم التي وصفها بعض الأهالي بالمر المياة دي برضو بلدها اللي بيجي يخش الجامعة لديهم يقوم فيها حتى بلدت يا ربنا ما حدش بيقدر منه هو يخش الظلي ليجوا يا روحجيين عاملين بحاجات بسيطة وياخدوا بعدهم ويمشوا تمام؟ دي دخلها في المقاول المقاول سعبة وبيعمل بلاط طب بيعمل البلاط من جابا عن إيه والمحطة أصلا كلها بايزة دي الكهربة الكهربة دي بتتلع عليها الميا من المحطة مركبانها على خرطوم بيرنع على شاكة الملاحات مواطنون ارتفعت أصوات صراخهم من المياه التي قطت منازلهم ودخلت إلى الأدوار الأرضية بالإضافة إلى أن محطات الصرف الصحي لا تجد من يهتم بها حتى تعولت إلى خرابة وسرقت كل معداتها وتوقفت المحطة عن العمل فبدلا من أن يتم ضخمية الصرف في مجراها الطبيعي إلى المحطة الرئيسية باتت تنتقل إلى أحواض الملاحات ما يهدد صحة المواطنين ترجمة نانسي قنقر